انتقد رئيس الوزراء الايرلندي سايمون هارس بشدة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة واصفا اياه بانه غير متناسب تماما مع الاهداف المعلنة للحرب مشيرا الى ان هذه الحرب تستهدف الاطفال بشكل غير مقبول واضف هارس ان الوضع في الشرق الاوسط كارثة بشعة ودعا الى مراجعة عاجلة لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الاوروبي واسرائيل بسبب انتهاكها لبنود حقوق الانسان واصرح هارس انه ينسق مع زملائه من اسبانيا وسليفينيا لمراجعة الاتفاقية